أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها للتعرف على الدروس المقررة في المتحال وطن الموحد للسنة الثانية بكالورية أداب وعلوم إنسانية والخاص بمادتي التاريخ والجغرافية دورة 2024 بحول الله وذلك بعد الصدور وثيقة مرجعية لتكييف البرامج الدراسية إذن طبعا هناك بعض الدروس التي تم حذفها وبعض الدروس الأخرى والواحدة الدراسية التي تم دمجها مع بعضها البعض وأيضا تركيز على بعض المحاول الأساسية في البرنامج الدراسي. إذن بدون المادة الأولى وهي مادة التاريخ إذن الواحدة الدراسية المقررة هي كالأتي إذن الواحدة الدراسية الأولى طبعا تم فيها دمج ثلاث دروس وهي العالم غادات الحرب العالمية الأولى ثم الأزمة الاقتصادية لسنة 1927 والحرب العالمية الثانية مع حدف درس الثورة الروسية وأزمة ديمقراطيات الليبرالية إذن هذه الواحدة بعنوان جديد وهو العالم من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية المحاور الأساسية هي مؤتمر فرساي وتابعاته مع التركيز على التحول الترابية والسياسية بعدها الحرب ثم تراجع مكانة أوروبا في العالم ناحية الاقتصادية على الخصوص ثم أيضا التركيز على مظاهر أزمة 1927 أي أزمة ما يسمى بالأزمة الاقتصادية الكبرى للعالم الرأسمالي ونعكساتها ثم أيضا أسباب الحرب العالمية الثانية ونتائجها السياسية والترابية إذن تم حدف المراحل وكذلك التركيز هنا على النتائج السياسية والترابية الوحدة الثانية طبعا تم فيها دمج وحدتين دراسيتين هما المغرب تحت نظام الحماية ثم المغرب بالاستغلال استعماري فعاد الحماية إذن بعنوان جديد نظام الحماية بالمغرب والاستغلال استعماري من خلال التركيز على محورين أساسيين هما ظروف فرض نظام الحماية على المغرب ووسائل إرسائه أي آلياته السياسية والإدارية والاقتصادية ثم انعكسات نظام الحماية على المغاربة الوحدة الدراسية الثالثة طبعا تم فيهما دمج وحدتين دراسيتين هما سقوط الإمبراطورية العثمانية وتواغل الاستعمار بالمشرق العربي ثم القضية الفلسطينية جذورها وأشكال التمركز الصهيوني إذن بعنوان جديد هو سقوط الإمبراطورية العثمانية وتواغل الاستعمار بالمشرق العربي من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي عوامل سقوط الإمبراطورية العثمانية ثم ظروف فرض الانتداب على المشريق العربي وأخيرا جذور القضية الفلسطينية وإشكال التمركز الصهيوني الوحدة الدراسية الرابعة ثم فيها دمج ثلاثة وحدة دراسية وهي القطبية الثنائية والحرب الباردة وأيضا تسفية الاستعمار وبرز العالم الثالث ثم النظام العالمي الجديد والقطبية الواحدة وذلك بعنوان جديد وهو العالم من القطبية الثنائية إلى القطبية الواحدة من خلال التركيز على أربع محاور أساسية وهي سياق بروز القطبية الثنائية مظاهر الصراع في إطار الحرب الباردة ثم سياق بروز العالم الثالث ومشاكله وأخيرا ميلاد النظام العالمي الجديد ومظاهر القطبية الواحدة بنسبة الواحدة الدراسية الخامسة وهي المغرب من الكفاح من أجل الاستقلال والاستكمال لوحدة الترابية إذن المحاور الأساسية التي يجب هنا التركيز عليها هي أشكال الكفاح المغربي من أجل الاستقلال والاستكمال لوحدة الترابية من خلال أولا التركيز على المقاومة والمسلحة القابلية ثم الحركة الوطنية الإصلاحية والحركة الوطنية الاستقلالية وأخيرا استكمال لوحدة الترابية الوحدة الدراسية السادسة ثم فيهما دمج وحدتين دراسيتين وما الحركة الاستقلالية في الجزائر وتونس وليبيا والحركة الاستقلالية في المشرق العربي بعنوان جديد وهو الحركة الاستقلالية بالعالم العربي الإسلامي من خلال دراسة حالات وهنا تم التركيز على حالتين وحالة العراق في المشرق العربي وحالة تونس في المغرب الكبير الوحدة الدراسية السابعة والأخرة وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي من خلال التركيز على محورين هما قيم دولة إسرائيل ومحور الثاني السراع العربي الإسرائيلي إذن هدف ما يخص طبعا الوحدات الدراسية الخاصة بمدة التاريخ التي تم تقليصها لسبع وحدات دراسية بالنسبة للمدة الثانية وهي مدة الجغرافية إذن فطبعا تم هنا دمج بعض دروس بدروس المحور الأول في درس واحد وهي طبعا مفهوم العولمة وآلياتها وأيضا تفاوت النمو بين الشمل وجنوب المجال المتوسطي والتحديات الكبرى للعالم تحدي السكان والبيئي وكذلك تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة إذن هنا تقريبا واحدة الربعات يلا وحدات دراسية تم دمجها في محور واحد بعنوان جديد وهو تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة تفاوت النمو والتحديات المترتبة عنه والتركيز هنا على المحاور الآتية وهي مفهوم العولمة وآلياتها تفاوت النمو داخل المجال المتوسطي أو الداخل المجال العالمي خلال التركيز على حالة المجال المتوسطي ثم تحديات السكانية والبيئية المترتبة عن التفاوت داخل المجال العالمي بالنسبة لضروس المحور الثاني من المجزوعة الأولى تم الاحتفاظ بها وهي الاتحاد الأوروبي نحو اندماج شامل ومجموعة أمريكا الشمالية أي ألينا تبادل الحر والاندماج الجهوي وكذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا وآسيان قطب اقتصادي في تطور متساعد بالنسبة لبرنامج الدورة الثانية إذن تم الاحتفاظ بالوحدة الدراسية الآتية وهي الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى وفرنسا قوة فلاحية وصناعة كبرى في الاتحاد الأوروبي مع حدف درس اليابان قوة جارية كبرى في المحور الأول بالنسبة لمحور الثاني من المجزوعة الثانية إذن تم الاحتفاظ فقط بوحدتين دراسيتين هما الصين قوة اقتصادية صاعدة وكوريا الجنوبية نموذج لبلد حديث النمو الاقتصاد مع حدف درس البرازيل إذن هكذا نكون أعزائي قد تعرفنا على أهم الوحدات الدراسية الخاصة بالسنة الثانية باكالوريا وفق البرنامج المكيف لهذا الموسم الدراسي 2023-2024 إذن ختما أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وما تعيش في الأهل نفسه وأتمنى لكم التوفيق فيما صاركم الدراسي وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته